ما تفضل به معالي وزير التربية والتعليم في بداية حديثه ينطبق أيضا على التعليم العالي من حيث أن التعليم غير التقليدي باختلف أشكاله هو جزء أساسي من المنظومة التعلمية التعليمية التي تجري في الجامعات ولذلك نود من خلال أمر الدفاع هذا أن نطمئن طلبتنا بأن كافة النشاطات التي يقوم فيها في مجال التعليم الإلكتروني سيتم احتسابه احتسابا كاملا من ضمن الساعات المعتمدة المقرة من قبل الجامعات للمواد الدراسية التي يدرسونها وبالتالي فإن هذا الشكل من أشكال التعليم هو استمرارية للمحاضرات العادية التي كانت تجري في الجامعات قبل توقف الدراسة فيها أردنا أيضا من أمر الدفاع هذا أن نوفر الغطاء التشريعي اللازم لاعتبار هذا النوع من التعليم جزءا من التعليم الذي يتم في الجامعات حسب التشريعات النافذة كما أردنا أيضا أن نوحد بعض الإجراءات بين الجامعات المختلفة من حيث توزيع العلامات وأشكال الامتحانات حتى نحقق درجة مقبولة من المساواة وتوحيد الإجراءات ما بين الجامعات حماية لطلابنا كما أن أمر الدفاع يبيح لمجلس التعليم العالي وبعد التشاور مع مجالس العمداء باتخاذ إجراءات من شأنها أن توسر العملية التعليمية التعلمية سواء تعلق ذلك بالامتحانات أو نسب احتساب العلامات بحيث أن هذا الجهد الذي يبذلوه سيكون جزءا أساسيا من عملية التعلم والتعليم وأود أن نؤكد في الختام كما تفضل دولة الرئيس بأن استقلالية الجامعات واستقلالية قرارها الأكاديمي محفوظة ولن يتم الإفتئات عليها على الإطلاق وإنما سيكون ديدا العمل بين مجلس التعليم العالي ومجالس العمداء هو التشاور المستمر والوصول إلى التوافقات بحيث يكون ذلك في مصلحة طلبتنا وفي مصلحة كفاءة وفاعلية عملية التعليم والتعليم وجودته وبحيث لا يتضرر طلبتنا بأي شكل من الأشكال